حيث قال المحافظة الغربية طارق رحمي أن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة تستهدف مركز زفتة بإجمالية 651 مشروعا وبلغت نسبة التنفيذ في المشروعات المستهدفة حوالي 76% وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكباري وغيرها من القطاعات الخدمية وأكد المحافظة أنه يجرى حاليا تنفيذ ثمانية أسواق وخمسة مواقف سيارات وثماني نقاط إطفاء ويصل متوسط نسبة التنفيذ إلى 60% وتم الانتهاء من ثماني مجمعات من إجمالية تسع مجمعات سيتم إنشاؤها في القرى المستهدفة بمركز زفتة